إذن نحن منبلش من هون وصلنا لهون مرت الماضي صحيح؟ لا بعد لقدام إنه حكينا عن الستيت سبيس سيكسسر فونكشن الارك كوست قول تاست والسوليوشن يلي هي الباث وعن الان لكابيتال الان ايه وقلنا حلا بالحقيقة إنه بشكل عام لا يمكن أن نقوم بشكل عام بشكل عام ما قلنا مصلحة نرسم كل الستيت لاي لأنه ممكن ما يكون نحن بحاجة إلو أو نقدر نوصل له نحن بهمنا ابتداءا من الستارتنج نود نرسم كل الاحتمالات اللي ممكن إنه توصلنا لل للفاينال نود لاش؟ لأنه إذا بدي أخد كل الستيت جراف كل الستيتس الموجودين حكينا إنه إذا عندي أنا ايت بازل هالقد عندي ستيتس 362880 إذا خمستعش يعني أربعة بأربعة تطلع 1.3 x 10 ذا باور 12 ستيتس طيب إذا أربعة وعشرين البازل فهوان بصير 10 ذا باور 25 ستيتس طيب إذا بدنا نشتغل على كمبيوتر صرعته مئة مليون ستيت بير سيكند بيقدر يعمل تريتمون يعني أو بروسسينج لمئة مليون ستيت بالثانية لايكو هام بدو صحيح 0.0362 عال سريع هام بدو أربع ساعات هام بدو تنز باور 9 ييرز هالقد بدو سنوات ليخلص هاي فالحكي ما بيناسبنا هيدا نحنا بدنا قديش فينا الجراف تبعنا أو ستيت سبيس تعولنا يكون مختصر قديش ممكن نوصل للسوليوشن وبالسرشنج بالتفتيش عن السوليوشن نوصله بسرعة أكبر لذلك خناخد هادا الستيت هون هيدا بيعطينا كتير إذا بدي قعد تحط كل الاحتمالات ولكن شوفوا بالحقيقة إنه كيف إذا اللي بدو يصلح اللي بدو يحل هيدا البروبلم السولفر تبع البروبلم شو لازم يعمل لازم يعمل كونستركشن للسوليوشن وهو عم يعمل للجزء الصغير من الجراف كيف مثلا خذوا لنشوف كيف أنا انطلقت من هون شوفوا من هون شو عندي احتمالات عندي أو بروح لهون أو لهون البيئيين كلها هاي الأسهم البيئية ما بتعني لي شي ما فيني روح عليها إذا هيدا الجراف الجديد طبعي أنا اللي قادر يعني الاكسبلورابل هيدا اللي قادر أنا اتبعه هلا من هون لأين قادر روح لهون أو لهون هاو اتنين من هيدا اللي هون كمان قادر ايجي لهون أو لهون علما انه هيدا النود هو ذاته ولكن إذا أنا ما ااخد بعين الاعتبار بالالجوريتم اللي أنا عم طبقه ياخد بعين الاعتبار النودز يلي هني عم يتكرروا فلاحيطلع عندي نودتيني مثل هيدا برسمتين اوكي هيدا فيها أزمة لح نحكي عنها لقدام الرباتيتف نودز بسموهم اذا كمان نفس الشي بكمل من هيدا لوان فيني روح فيني ارجع على النود الأحمر ليكوا هون يلي هو هيدا اللي فوق او لوان فيني روح فيني روح على هيدا النود اللي هون وها لما جرى من هيدا الزاهر فيني روح على الأسود وفيني اوصل لهون هاي دي سيرش تري مثلا بطريقة معينة بوصل للنتيجة هون بس شفته على جميع الأحوال قديش فتشت أنا ما فتشت بكل ال بكل النيتورك اللي هون فتشت بس وحل ما قادر اوصل لأوصل للسوليوشن اذا دقما السيرش تري اذا دقما السيرش تري العربي ذري شارش يعني اه هو دقما اصغر من الاسفاس ديتا او ستيت سبيس اوكي شوفوا هيدا السوليوشن ليش السوليوشن لأنه هو الباث هو الشمع اللي بيوصلني من أول نود لآخر نود اذا بعرف انا انه هيدا هي السوليوشن جيد هلا الالغوريتم كيف اذا هيدا هيدا السيمبل بروبلم عم نحكي نحنا الالغوريتم يلي اذا بس احكي هون الاجان الاجانت هو يعني الالغوريتم اللي انا عم بعمله هو بمثل هذا الاجانت اللي بدي يحل هاي المسألة هو البروبلم سولفر يعني الاجانت اللي بدي يحل هاي المسألة او هو الالغوريتم اول شي شو عمل بالالغوريتم اذا انتو بك تكتبوه يعني باي لغة بتكون اياها بحط بالزيرو الانيشيال استيت كيف بحطه اذا كان ايجنت يعني اعتبره الروبوت موجود بالشارع بالسنسور تعوله بياخد الانيشيال استيت تعوله ممكن بكاميرا ممكن بصوت ممكن باي شي او باي ريدنج بيبقى عم يقرأ انيشيال استيت عم تعطيها اياها انت كتابة اذا بالنهاية في انيشيال استيت بدو يعملها بدو يحطها حطلها ايمتها حدد الانيشيال استيت يعني عارف منام بدو ينطلق من الزيرو بيسأل هل هي قول كيف ليسأل هل هي قول بدو يكون عندو ديفينيشن او ديسكريبشن للقول ان كانت باي ايميج ان كانت باي كتابة باي فاليو حيالله ويقارنها مع الانيشيال استيت بيقارن اذا هون لازم يقرأ القول تاست بدو يعرف شو هو التاست اللي بدو يطبو ما كان القول شو بدو يعمل سكسسر بدو كمان يقرأ السكسسر فانكشن بكتعرف له انه هاي الفانكشن هي السكسسر فانكشن هي اللي بتجيب لي سكسسر سيت يعني بتطبق هاي الفانكشن على الستيت اللي انا فيها بتعطيني اناثر ستيت يلي انا بدي اوصلها هي عبارة عن الاكشن يلي بتودي من ستيت لستيت هاي هي السكسسر فانكشن اللي حكينا عنها قبل السوليوشن شو هي بالنهاية للاقي السوليوشن هي عبارة عن سيرش بعطيه الزيرو وبعطيه الجول وبعطيه السكسسر فانكشن بده اللي يطبق السكسسر فانكشن على الاس والسكسسر اللي الاس والسكسسر يعني هي او اتيراتيب اذا بدكن فانكشن بده اللي تشتغل لتوصل للسوليوشن بس توصل للسوليوشن تعمل بيرفورم للسوليوشن بتكتب لي الطريق بتقول لي هاي ده هو السوليوشن اذا هيدا اذا بدكن الالجوريثم الهاك اللي بيطلع الاول هاي بالفترة يعني ايا واحد بده يبرمج بيفكر هاك هلأ بيصير علي تحسينات اكيد لحطي يصير اسرع بس انو احنا عم نحكي كيف بلشنا بتفكير ياللي يسميناه simple problem solving هيدا simple problem يعني شو المقصود هالا يعني نحنا بس اعمل انا state يعني مثلا اعتبروا السيارة اللي فيها اوتو بايلوت هي بدي يكون فيها كاميرات بدي يكون فيها سنسورات اكيد عديدة لحتى تعرف حالة باي منطقة جي بي اس قدامها سنسورات لا تحس تعرف اذا في حواجز كاميرات لا تكتشف سيارات التاني او المشات او غيرها بس هالطرقات فيه شغلات فيه معلومات اساسية الاستات انا بيخدها بعين الاعتبار وفيه معلومات ما انا مهمة يعني انو فيه برميل زبالي على اليمين ولا ما فيه اخر همه للسيارة ان اشوفيه على الرصيف مثلا صحيح الصورة ما بتكون زيتا ولكن القضايا الاساسية طبع الصورة هي اللي بعبر فيها عن الاستات وقال اذا بدي اعمل ريبريزنتيشن رييل ريبريزنتيشن لاستات بدي داتا كتير داتا لكل استات لأعملها ريبريزنتيشن يعني اذا بدي عرف انا فلان ابن فلان وبدي اخذ كل المعلومات تبعه من الـ DNA للون عيونه لطول شعراته لشو بيلبس لشو بحب لشو بي شو فيه علامات فرقة على جسمه لما قدي عمره قدي وزنه وين كان دارس وين راح مبارح في تروّق الصباح شو حكي مبارح شو كذا اذا بدي عد معلومات طيب ما انا بدي كذا ميجا بايت جيجا بايت لكل استات لأعملها ريبريزنتيشن طيب اذا بدي اعملها أنا بعد منها بروسيسنج بدي ألاف سنين ما بخلص لبروسيسنج اذا لا المطلوب هون is an abstract representation الابستراكتين انا عم بيخد عم بيخد بعض الداتا يلي هي بتكون مشتركة والخلاف بيكون على قضايا ما اتفهمة انا اساسية هذا المقصود مثلا assembly planning اذا عم بعمل أنا assembly planning لجمع شي بدي جمع سيارة بدي جمع موتر بدي جمع بدي جمع بدي جمع ليجو ما بعرف شو a state does not define exactly the absolute position of each part ما فيها تليجي تقلك بالظبط كل اطعب بالظبط وين لازم تكون البوزيشن تعولها ممكن تعطيك شغلات تانية لها لتهونا لل representation مثلا هون بدي اعمل description لهاي انا the state's fate is discrete it may be ممكن يكون finite or infinite finite or infinite طيب هون انا اذا بدي جي احكي بكل التفاصيل يعني عن جد representation ل state بصير بدك data كتير كبيرة لحتى تقدر تعرف عن شغلة وهذا بصير عائق قدام انك انت تعمل برمجة بسرعة و execution بسرعة خل نفهم هلا شوية عن successor function حكينا كيف نعمل representation ل state successor function مثلا انا هيدا assembly problem بدي الشي النهائي ان هيدا يكون ريكبي هون وبنبرغاية يعني كأني عم حط سقف لهاي وحط لهاول برغيين اذا عندي اياها هاك مفككة شو هي successor function تعولها عندي هاي اني ركب هيدا البرغي بهدا التقب تحت او ركب البرغي التاني بهاي بمحلة او ركب هيدا البرغي مباشر هون او ركب البرغي التاني مباشر هون او حط هيدا هون هادي خمسة اذا بتكون اكشن قادر اعملون اذا السكسسر فانكشن طبع هيدا في هالخمس حالات في خمسة اكشنز قادر اعملون بيوصلوني لديفرنت فايف ستيتس خمسة ستيتس مش مطلب بعض بس السكسسر فانكشن هي اني حط شي على شي ركب شي على شي يا البرغي بقلب تقب وعندي اربع اخيارات لكل البرغي اوكا هلا اكيد بعد عندي شغلات تانية اني حط هيدا البرغي اللي بهاي المالة يحطوه هون وهي البرغي يحطوه هون وفاق هون او هيدا هون يعني هم نحكي نحنا شوي هايك بس لا لن فهم شو بمعنية سكسسر فانكشن مش انه عم بيخد كل الاعتبارات يعني بعت في عندي خيارات بس بهاي الخيارات اللي قلنا انه هيدا اللي هون بس بركبوا ياه على الميلي هاي وهيدا على الميلي هاي بما انه مش مثل بعض فبالتالي هاو دي هنه الخمس خيارات اللي موجودين هنه الخمسة اكشن الفيزة بالاكشن يعني اللي قادر انا اعملون يعني انت موجود على مصلبية فيك تروح على اليمين فيك تروح دغري فيك ترجع على ورا فيك تروح على الشمال بس طريق من هاو انت بدك اياه لتوصل لهدفك وممكن يكون طريق تاني بس اطول بس انيوي انت عندك هاي الخيارات فانت اذا عملت هاي الاكشن بتنتقل من من state لا state اما اذا عملت غايرة بتروح على غير محال نفس الشي هون سكسسر فانكشن انك انت تاخد اكشن بس تكون انت بحالة معينة وقادر تاخدها طبيعي الفانكشن تبع السكسسر شو بتعمل؟ بتردلي الريزالت تاع الاكشن اللي انت بتعمله والكوست بتاعوله لحتى تقدر تعمل مقارنة وتوصل للأوبتيمال والكوست اذا السكسسر فانكشن هي بتعتبارها مثل بلاك بوكس الكونتن استعوله من جوه انت بعدين بتزا بدك بتبرمجها وبتعملها بس انت فيك تقول هايدي السكسسر فانكشن بعطيها الاستات اللي انا فيها والبوسيبل اكشن فبتعطيني الريزالت تبع الاكشن او بعطيها الاكشن مع الانيشيال استات فبتعطيني الريزالت تاع هاي الاكشن يعني النيو ستيت مع الكوست اللي كلفني لوصلت له هون مثلا الاسمبلي بلاننج اللي كنا عم نحكي عنه قابل الفانكشن داز نت ساي اف ات اونلي الاوز تو سب اسمبلي تو بي ميرشت او اف ات ميكس اسمبشن ابوت سب اسمبلي ستابيليتي يعني هون هي ما حكتني انه انا مسموح لي انه جمع اتنين سب اسمبلي يعني انا بدل ما اعمل واحد عم حط في قطعة قطعة فيني اعمل اتنين سب اسمبلي جمع القطعة بقطعتين وارجع القطعتين ادمجهم ببعض هون ما صار حكي بهالموضوع بس كمان هيدا بيخلق لي خيارات تانية الباث قلنا هو الارك يلي دائما الكوست تعوله ببوزيتف لا يمكن يكون عندي انا اكشن ما الى كوست انتبهوا لهي الشغلة ما في اكشن حتى لو الكوست بدي يكون ابسيلون بس ضروري يكون في كوست وقالنا مبعد بوصل الى اوبتيمال سوليوشن بحياتك دائما كل اكشن الى كوست كل ارك عليك كوست هالكوست حتى لو كان كتير صغير ابسيلون وليكنه موجود مثلا بلعبة اي بازل الكوست هو وان لا لانه نقلة بنشوف كم نقلة عم نعد النقلات بينما بالصاب اسمبلي هو التايم للتركيب وقت التركيب هو الكوست اوكي يعني كل واحدة الكوست تعوله ولكن عجمي الاحوال الكوست لازم دائما يكون اكبر من ابسيلون يلي هي ستركت بوزيتف متل ما حكينا شمي معي افعارة متاع جول ستيت الجول كمان الهدف كيف بعرف عنه ممكن عرفه اكس بليست لي يعني بدي اياك واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسي ستة سبعة ثماني فراغ هاي يعني اذا كان هذا انا عم عبر عنه بفكتور طوله تسعة كن حاطت بقول انا لو اصل للجول لازم اوصل لفكتور موجود في واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسي ستة سبعة واخر واحد فاضي أو كيف مسلا يعني بقول انا بهمني اوصل عندي واحد هون وخمسي هون وثماني هون وهو ما بهموني كيف ركبيني يعني انا عندي كيف مسلا انا الهدف تبعي مش اوصل لك تكون مرتبة الهدف لاقي الواحد هون والخمسي هون والثماني هون وهو كيف ما كانوا يكونوا اوكي يعني مثل انه عندك مجموعة بس بدك اثنين منهون تحطهم بمحل والبقين وقفين قعدين حدن قعدين فوق نيمين اخر همك او با كونديشن مثلا الكوندشن اللي حططها هون the sum of every row or every column and every diagonal equal to 30 يعني مثلا هاك انا عرفت عنه هون بـ Condition الـ Diagonals مجموعهم 30 جمعوهم 30 Every row 30 Every column 30 هادي نوع من التعريف للـ Goal بس انت حسب الـ Goal كيف تعرف عنه نحن هون إذا ما نتبهين قلنا كيف منعرف عن كيف منعرف كيف منعرف كيف منعرف كيف منعرف وعرفنا كيف نعرف الـ Goal الـ Goal فيني عرفه يعني تكون description كاملة إلو أو description جزئية إلو أو description عبر condition يعني منطقية اوكي هاي كلها فيك تقول هيدا الـ Goal هيدا الـ Goal هيدا الـ Goal هيدا الـ Goal فأنا وقتل بدي أعمل تاست بدي جرب يا بجرب هاي يا بجرب هاي الطريقة يا بجرب هاي حسب اللي أنا عندي يقص اللي عمله Goal هاتلا ناخد الـ 8 Queens مثلا هيدا الـ Problem الـ Problem شو بيقلي بيقلي بدي حط انتو إذا اللي بيعرف منكم شطرانش الملكة هي أقوى قطعة على الطاولة يلي بتمشي بكل الاتجاهات وقد ما بدها مربعات لتوصل للحاجز يعني فيها تمشي إذا هي هاي مثلا هاي بالنص هون فيها تمشي هاك عهي عهي أو عهي وبالعكس وهاك وهاك ولفا ولتحت ويمين وشمال يعني بتمشي بتمشي وريزنتالي وفيرتيكالي وباي دياجونالز وبتمشي قد ما بدها بتمشي قطعة اتنين تليتي اربعة لايوص قديش المادة تبعة هاي اسمها كوين الكوين قيمتن بتكون اتاك إذا كلهم كوين إذا ع نفس على طريقة المسموح تمشي علي في كوين تانية مثلا يعني قادرة تعمل لها اتاك فيها تقتل اذا صادفت على الطريق اللي بتمشي مثلا هاي إذا ملاحظين هاي وهاي بهددوا بعض هاي فيها تيجي تقعد محل هاي وتقتل او هاي بتجي إذا كان دورة تقعد محل هاي وبتقتل بينما هاي وهاي ما بيهديدوا بعض لك ما في طريق لا بتروح دياجون الى ولا اوريزنتال ولا محميين من بعض هاي وهاي اتاك هاي وهاي اتاك السؤال بهاي الاتكوين عم بيقلك بدك تحط الاتكوين على الطاولة اوكي اللي هي فيها تماني بتماني تماني روز وتماني كولونز بدون ما وحدة بتتضارب مع التاني متل هاي هايدي از اسوليوشن شوف ولا وحدة بالخطوط تعول اوريزنتال فرتكال او دياجونال بتتضارب مع وحدة تاني طلعوا فيهم كلهم محميين عن بعض ولا وحدة بتهدد التاني بينما هون لا this is not a solution شوفوا هلا هايدي الفكرة هون من هايدي البروبلم هايدي البروبلم انا كيف بعرف عن وعن 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 كل هاو طريقة التعريف بحد زيته بتحددلي انا الالجوريتم تبعي اذا بدي يكون بطيق ولا سريع لتشوفوا هون الفرق انه اللي عم ببرمج على نفس الموضوع كل واحد الفكرة تبعه هي بتخلي البرنامج تبعه او الالجوريتم تبعه يكون اهم من الالجوريتم غيره كيف الفكرة بدنا نطبق على لتشوفوا تسلسل الافكار وهيك تنموا عندكن شوية تفوتوا بالجو طبع الارتفيشل انتليجنس لانه بني هي برمجة برمجة بس على هك شوية تحنك يعني هاتلا نشوف اول فورميليشن شو بتقول الستيت الستيت هو الارانجمنت تولي زرانجمون يعني يعني زيرو وان تو او ايت كوين او بورد يعني الستيت سبيس هو عرف تماني على شوية على البورد طيب تماني على البورد بتعرفوا قديش عندي كم كم الرانجمون بيكون في البورد في 64 محل وانت وانت عندك تماني بدك توزعهم على 64 يعني هون الستيت سبيس صار كبير كبير وانت الستيت عرف عنها ان زيرو كوين على البورد وانت الستيت ولا كوين على البورد سكسسسر فنكشن قال اتش اف السكسسسر از با ادن وا كوين ان ام تسكوير سكسسسر فنكشن شو اعتبرا هو انو انا بزيد كوين على فراغ انا هايك لح تطلع الارك irrelevant يعني ما عنده لانه انت اصلا عن تعد خطوات هنف ما عندك تعم معين الگول ستيت شو بيقول اي تكوين are on the board which no two of them attacking each other ولا واحدة تقدر تهدد التاني هاي الفرمليشن اللي تعملوها كتير متعذب الاكزيكيوشن تهول لح بتشوفوا لاي لايكو كم حالة عندي هي 64 فكتوريال 64 ضرب 63 لا 53 هالآن بيطلع 3 ضرب 10 the power 14 states لكو كم اتا عندي لاش هاك لانا هي combination اه 8 من 64 كيف تطلع تعرفوا قداش اخدينا بستاتيستيك لازم بتذكروا الكمبيناشن 8 من 64 قداش وهي وهي مش combination عادية هي permutation يعني يعني البوزيشن الى دور اذا combination بتكون 64 فكتوريال 64 على 8 فكتوريال ضرب 64 الرانجمنت of k equals 0 1 2 or 8 queen in the k left most column with no two queen attacking each other like وين دخلت الكون home يعني الارانجمنت للك يلي هي صفر 1 2 أو 8 in the k left most باللي ما تبقى يلي هني الك عدد left most column يعني الكلوم اللي تبقوا بشرط مش اتنين queen عم بيدي يهديدوا بعض يعني already أنا state space طبعي كتير زغغرته initial state zero queen on the board اكيد ما عندي ولا queen successor function هلأ معاش بدي يحط هون شروط لأنه الشرط حطيته بالstate each successor is obtained by adding one queen in any square that is not attacked by any queen already in the board and the left most empty column يعني أنا هون success function هي شو إني حط queen بحيالة مربع بشرط إنه ما يهديد ولا وحدة من هؤ اللي كانوا موجودين قبلها يعني already عم حط ها ب safe place safe place الارك irrelevant goal state ما عد الgoal إنه 8 queen on the board ما عد في داعي يقول إنه 8 queen وما بيهديده بعض لأنه success function ما بتخليوني يهديده بعض وتعريف state إنه هني أصلا ما بيهديده بعض شوفوا هيدا قد يعطيني 2057 state شفتوا قد يظهرلي state space من 3 ضرب 10 the power 14 ل 2000 state شي هائل وهذا يعني إذا تطبع هاي الفورميليشن أكيد الألغوريتم طبعك بدي يكون أسرع بكتير من اللي قابله لأنه هديك بس لا يفتش هاو ديك بديه كذا السنة بينما هاو 2000 يعني على السريع بيطلعوا بسويني نحن نحن شو اللي عرفنا أنه 2000 كيف حصبناهم هاي دي بدي بدي شغل لأنه آه لأنه أنت عندك آه لأنه أنت بلشت عندك 8 احتمالات لأول لأول كولوم صح موظبور ثاني كولوم قد يصير فيه احتمالات أقل لأنه لا بقى فيك تمشي هاك ولا هاك ولا هاك يعني روحت ثلاثة منه عندك الثاني في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس احتمالات ثماني الأولين خمس الثاني الثالث أقل الرابع أقل عم تضربهم ببعض هنالإحتمالات لحتوصل لهم اوك اوك اذا القول هون بهاي الحال عندنا منوباث ليواصلك هي ها ها تمام قطع موجودين يعني انت بهمك القول مثل ما هو مش كيف وصلت له القول إذا لا طريق إلى هذه نود تيبك لذلك المشكل 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 إذا السلوشن هي القول نود هالأد لا أكتر ولا أقل النمبر لست قلنا الـ الـ بس إذا عندي مئة كوين لايك قد بيصير النمبر تن ذا باور 52 طبيعي لأنه كوين زلمية قصة في تكنيكس بيحلوا لأن كوين مع large value لأن بأن كتير كبيري كمان موجودين وهان بيعتمد على أنه أنا عندي أكتر من solution موجودين بالـ space state مش solution واحدة شوفوا هون هلأ planning نتبعوا أعطيكم أنا examples لتصير familiar معهم لتعرف لقدام كيف نحن نصير نظرتكم للأمور كيف بدت تكون أنا عندي هاي الانيشيال وهي دي الهدف هاي دي بالبحر وجزيرة بدي أمره بدون ما يعني ما إلي حق هاو دي أبستاكلز هاو دي بالطريق ما فيني أمره عبره بدي ابعد عنهن to avoid these obstacles ولكن بدي أوصل بأقرب طريق ممكن من هون لهون هلأ شوفوا تعريف المسألة بحد ذات وتعريف successor function قدائي بيهون علي الشغل شوفوا مثلا شوهو state space فيني عبر عنه هاك بقصموا لمربعات وبقوا هاو الزوايا تبع المربعات هن ال space اللي عندي نقاط مجموعة نقاط اعتبرت ال space تبع ايهو مجموعة نقاط coordinates يعني اوكي فيك تعتبر انت خطوط طول وخطوط عرض اذا بدك على ال GPS فيك تعتبر على المتر على الكيلو متر على ما بعرف قدها مثل ما بدك عم تقصمة جيد اذا وهان وبقول اذا مشيت direct الكاست هي step واحد واذا مشيت قبلك بصير radical of two تعرفوها لاي شاك اذا مشي diagonal المسافة اللي بقطعها radical of two اذا هادي هي unit واذا مشي horizontal او vertical يعني مشي one unit بينما هيديك اطول لاي لان radical of two هيدا square triangle radical one plus one يعني radical of two طول اذا عندو هالحال تانية بيمشي bi-diagonal بيوصل للradical of two مسافة ليوصل من node ل node اما اذا مشي horizontal على النود اللي حدو بدو one او vertical على النود اللي قريب له one اكيد عندو كم نود فيروح علي هون تماني node بالnode معين بيروح على تماني possible nodes بها الحالة هيدا هو الطريق الاقرب طريق اللي ممكن يوصل لهم اكيد بعد بحث عناء طويل عريض لح بتشوف بعدين حسب الالجوريثم اللي عم يتبعوا هالهو blind search مثل ما قلنا له اللي بدو يفتش هذا بدو يفتش على ها بس ما بيعرف وين موجود عها الخريطة وما عنده شي يدله بيمشي عالعم ياني اذا وصل للحات بيبعد عنه بيدل يمشي ممكن يبرم هاك 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 يدل يبرم هون يغزل بأرضه ممكن وممكن لا يسئب انه يمشي دغري وصل له وممكن انه يجي لهان ما يلاقي طريق يرجع يبرم هاك يرجع هاك لهون لا يطلع لا ينزل اذا بلايند عم يشتغل بلايند ما عنده معلومات ما عنده ولا information عن المكان وعم بيفتش يعني ويموت اذا الـ المسافة اللي هون عنا ديسكريت مش هيك من نقطة لنقطة ما أنا كونتينووس هي ديسكريت يعني بينتقل من نقطة لنقطة تعرفوا شو الفرق بين ديسكريت و كونتينووس اذا عم نشتغل نحنا مش بال اريجينال ستايت يلي هي كونتينووس بالحقيقة حولنها لديسكريت لنقاط وصار يمشي من نقطة لنقطة جيد طيب فيه يعتبر الـ نعتبره شو هي هاي يعني على الحدود اول بيعتبر هاي دي زون وحدة لهان بيعتبر هاي زون وهي زون الحدود التاني هاي زون وهاي زون وهاي زون وهو دي هيك يعني قصمة بدل ما يقصمة الصغيرة قصمة زون اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدعشر زون دكتور يعني انا عندي 11 عدد الستاة صار 11 ما في رول بي تقسيم هاي دول زون صغيرة مثل مباد عشرة لا لا ما انتو انتو اللي بتفطردو انتو اللي بتفطردو ما انتو اللي عم تحلوا بروبلم كيف بدكن تبلشوا فيه بتعرفوا الستاة هانعرف 11 استاة الصمة لمناطق بحرية انه بنتقل من هاي المنطقة لهاي او لهاي هلأ ممكن هاي المنطقة تكون بالنص بالسنتر تعولها ممكن المهم انه الصمة لمناطق بينتقل من منطقة لمنطقة واعتبر انه هاي هي النقاط تبعة بنص لكل منطق فصار شغلته يتنقل من نص لنص لا يوصل للهدف فإذا بهاي الطريقة هيمشي هاك هاك يروح على هيدا يجي لهاك ويرجع لهون شفتوا بس حون صار الباث طبعه أطول لا يوصل للهدف بس الريسيرش صار أسهل شي على حساب شي عم تفهم شو قصدي أنا هون هل تفهمه قصدي خففنا عدد صحيح الاحتمالات انه كيف يبروم لحتى يوصل للنتيجة ولكن بتخفيف عدد ما صار عنده دقة قوية بالتنقل هادي هادي تعريف لكن التعريف التاني اعتبر انه الزوايا طبع هن الست وقال بمرو عالزوايا بمشي عالزوايا لاوصل هلأ هون فيروح لهون لهون او لهون او لهون اكيد الاحتمالات كلها عم بيعدى وهلما جرى لايوصل اذا هايدي الشبكة تابعو تحولت الست تعوله لهودة اثنان اربعة ستة تمانية عشرة اثناش تلتعش مع هودة اثنان خمسة عشر نقطة هايدي الشبكة وهو التواصل بيناته بفتش على الابجكتف تابعو واكيل شو هون cost of one step هي length of the segment كل واحد قداش طوله هو الكاست تعوله وبفتش على باقي بهذا الست صار هيدا بلا شك بيعطيه شو اقرب طريق مساق بقى اقرب طريق بس لو هيدا هون برا كان بده من هون يرجع يجي هاك نفس الشي هون انا فيني يعبر عنه الاسمبلي سيكوانس بلاننج لأوصل من هون لهون الانيشيال الاسمبلي شو هي كل بساب اسمبلي ولكن بقلب الساب اسمبلي كل وحدة بالريلاتف بارتز تعوله بقلب الاسمبلي الانيشيال ستايت كل قطع لحال كل الساب اسمبلي معمولين من الاسمبلي الاسمبلي مالف من قطع وحدة مش اكتر من قطع مافي ساب اسمبلي سيكسسر فانكشن شو هي اتش سيكسسر اف اسمبلي از ابتين باي ميرجين تو ساب اسمبلي سيكسسر فانكشن مست تشيك اف ميرجين از فيز بل كوليجين ستاب بل تي جراس بينج يعني شو هي السيكسسر فانكشن هون انه كل سيكسسر الاستيت اللي بحصل عليها بيجمع اتنين ساب اسمبلي قلنا الساب اسمبلي ممكن يكون قطعة وحدة او مجموعة قطعة اكيد السيكسسر لازم تتأكد انه كل قطعة عم تركب محل الكوليجين التعول كيف يعملوا كوليزيون بين بعض الاستابيليتيز اللقطة عولة كلنا هاي دي الامور يعني هاي القطعة ركبي بمحل ما لازم تركب الارك كوست هي وان او تايم تكيري ذا مرجيك او واحد انه ركبنا قطعة او او الوقت لاركب هاي القطعة هاي لازم اعرف عنه قبل ما حل شي هاي دي مثلا هيك ها مثلا هاي فيني ركب هاو هون هيدا الطريق ما بوصلني عم حال فيني اعمل سب اسم بل ركب هاو اتنين هون وفيني حط هاي دي هاي بعدين ركب البراغي لأوصل لهاي هاي اين تن مسموحة اذا مسموح اعمل سب اسم بل واذا مسموح هذا بعد ما ركب فوق ركب هون ما له يعني حروف قادر بعد يبروم وهو موجود بقلب هاي حسب ما بعرف يعني هاي دي ممكن تكون مقبولية لا بينما شو لأي المشكلة التانية هاو دي سب اسم بلي هاد هاي يركب هاد هون بده هاي فوت لهان هاي تجي لهان ورجع جيب لهان هاي ك المطلوب يصير طيب انا اذا ممنوع اعمل سب اسم بلي ما بيوصل لنتيجة اذا ممنوع علي سب اسم بلي ما في ني سقط هاي هاي هان واجيب هاي له هاي المائلة لانه اذا سقطت الطرف هاي بتعيش تفوت واذا سقطت هاي وفوت هان تاني بتعيش تفوت اذا حسب المشكلة مرات بيكون الديفينيشن تعولي انا ممكن يوصلني ل نو سوليوشن وعلما انه انا بيكون عندي سوليوشن ولكن كيف عرفت البروبلم تبعي والستيت والسكسسور فانكشن عرقلت عحالي السوليوشن واقيد اذا الورد هو يعني هون عندك الورد ممكن يكون ستاتيك او دايناميك ستاتيك انه هو ما ما بيتحرك الا ما تعمل انت اكشن دايناميك انه هو اصلا عم يتغير وانت بدك تتفاعل فيه مثلا السياء الروبوت اللي بد يسوق السيارة فيه اكتر من يعني بد يعتبر فيه مالتي اجنت يعني فيه السيارة تبعه عم تماشي عالطريق وفيه غيره بس الورد تعوله منو ستاتيك دايناميك فيه ناس بتمرق فيه اشارة بتضوي وبالطفق في بوليس بيوقف ساير بيمشي وعم تقلب الامور يعني منو طول بالو ما عمل اكشن بلحظة معينة قادر يعملها وقت البدو لا بتغير الورد تعوله بهذا الوقت الورد بتتغير مع الوقت فيكون دايناميك او ممكن يكون ممكن الورد ممكن يكون يعني فيك تحوله لدسكريت ممكن لا هو ما نك قادر ما نو دسكريت هو بشكل دائم الورد ممكن يكون observable او not observable شو يعني observable يعني انت قدامك لعبي شطران شايف كل الاحجار قدامك انت observable الورد تعولك not observable ممكن انت ماشي عالطريقة وطق عليك لبني من فوق انت ما فيك يعني انت ما نك عارفين كل شي موجود بالورد الاكشن ممكن تكون deterministic او كمان non deterministic كل هاو دي الاسمبشن can be removed and search still remains an important problem solving tool يعني شو ما كانت هاي الامور هاي دي ولكن بالنهاية ال search اللي انت عم تعمله هو هو الاساس لحتى دقما بدك تستخدم ال searching لتوصل للحل هاتلا ناخد هذا ال example اللي حيرافقكم من هلا لاخر السنة تقريبا vacuum cleaner problem please ما حدا حدا ممكن عم بيسجل او شي ما او عم يعمل present انتبهوا vacuum cleaner problem الورد تعولي هون ازا بدي اعمله description مألف من غرفتين room one room two هاو الغرفتان شايف شايفين هالغرفة ممكن تحتوي على dust على غبرة وممكن لا تكون نظيفة الروبوت موجود بالاروان وممكن يكون موجود بالاروان وممكن يتنقل left وright ليروح بين الغرف وممكن يعمل سك للغبرة وممكن لا وممكن ما يعمل شي الروبوت لا تحتوي الروبوت والغبرة معه وهاي نضيفة. الروبوت هون والغبرة معه وهاي وصخة. الروبوت هون والتنين نضاف. هاو أربعة. وأربعة إذا الروبوت تعطيني ما يلي مع هاو دي كل احتمالات. تمني احتمالات. سكسسر فانكشن. هاي شوة. هاي السكسسر اف اس تيت كورسبوندك تو ترينج ثري اكشنز. ثلاثة اكشنز هو اللي ممكن يعملها. راعد يروح عاليمين. لافت يروح عالشمال ساك لا ينظف الغبرة. هاو ثلاثة اكشنز. انيشيال اس تيت. انون. نان اوبسيرفابل. يعني لا اعتبر انا انه ما بعرف هو باي غرفة هلأ موجود. يعني نان اوبسيرفابل. الجول ستيت. نو داست ان ذا رومز. الهدف اني نظف الغرفتان. ما بيهمني الروبوت باي غرفة بينتهي. بيهمني الغرف يكونوا انضاف. بيليف ستيت. هي ساتس اف ستيت. تو ذا باور ايت. اكوال ميتان وستة وخمسين بيليف ستيت. انيشيال ستيت. قلنا سات اف ايت ستيت. الانيشيال ستيت. ممكن نكون واحدة من هاو الثمانية اللي حكينا عنهم. سكسسسر فانكشن. هي شوة. اف ابيليف ستيت. كورسپندنك تو ترينغ رايت. لفت ساك. اي ستيت بيكون فيها 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 من رايت. لفت او انضف. القول ستيت. للبليف ستيت. اني ست اف ستيت. وذ نو هافينج داست ان اني افرهم. حيالله ستيت. مجموعة ستيتس يعني. يلي مهمة يكون فيه وصخ بالغرف. شوفوا هاو اللي الثمانية انيشيال ستيت الممكنين. مبارد زيان بيين عندكم الداست هالنقطة البيضة. هاو اللي حكينا عنهم الثمانية اللي ممكن. انه الروبوت يكون متواجد بيعني او الحال اللي ممكن انا بلش فيها. طيب. اذا عمل سك باي وحدة كان موجود. لح ينتقل عدد الستيتس لاربعة. مع عدو ثمانية. مجرد ما عمل سك باي محل موجود. لح بيكون يا هاك يا هاك يا هاك يا هاك. صح؟ انتبعين معي هون؟ انتبعين معي؟ ايه ايه بطير ايه معي. ايه اوكي. طيب. اذا عمل من فوق كمان اذا عمل الليفت. فهو لح كمان لح يتحول من الثمانية لاربعة احتمالات. صار عملت الشمال. يا لاثنين فاضيين يا وحدة منهم مجوية. يا لاثنين مجوية. صرنا بهاي الحالة. اذا عمل رايت نفس الشيء. يعني مجرد ما عمل اكشن زغر عدد الاستيت. زغر الاحتمالات. ملاحظين؟ اي اكشن بيعملها من اي استيت هو موجود فيها. يلي هو احتمال يكون بثمانية ديفرنت استيت. ستنوصل لاربعة ديفرنت استيت. حسب هو وين بيوصل. ولكن الاحتمالات خفت من ثمانية لاربعة. لح امشي على السريع لنوصل للهدف لانه بديش ضيع وقت. هادي كلهم نحن نحكي عنهم لقدام هاي المجالات. المجالات اللي انا كلها نشتغل فيها. منطبق فيها الالغورتمية تعال الارتيفشل انتليجنس والسرشينج. راوت فايندينج. ايرلاين ترافل نيتورك. باكتج ميل. ديستريبيوشن. بايب راوتينج. كمباريزن. كلاسيفكيشن للبروتين. بروتيين. فارماشيتوكال دراج ديزاين. ديزاين اف بروتيين لايك موليكلز. فيديو جيمز. كل هايدي بدا هيك انواع من. بروبيلز. نحن هون هلأ خلصنا. خلصنا. لأ شو صار معين. شو صار معك يعني. الجينة. هي خلصنا هيدا الشابتر. اللي متل ما قلت لكن هيدا تعريف. لحوقف الريكورد هون. لانتقل. للشابتر اللي بعده.